مشهد الزحمة المخيفة بالأمس على أبواب الأفران تبدل اليوم، فالحركة أكثر من عادية في صالات العرض، السبب كما اكتفى وزير الاقتصاد رؤول نعم بالتأكيد في اتصال مع الوتيجي على أن الأفران تعهدت بالتوزيع يومي الأحد والاثنين على أن يعقد اجتماعا في الوزارة لطرح آلية للحل لا تعرضها بالمبدأ النقابة. فأصحاب الأفران يشترون 30% من قيمة المواد التي تدخل في صناعة الرغيف كالسكر والخمير والنير لأكياس الخبز بالدولار من الأسواق السوداء. بالتالي الوزارة طرحت دعم هذه المواد على أساس سعر صرف 3200 ليرا للدولار وخفض وزن ربطة الخبز إلى 850 جرام. ولكن نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم يؤكد أن فشل المفاوضات سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر. باريح ما كان فيه توزيع خبز والناس توهمت الزيادة كمان خوفت الناس. اليوم نزلنا تحت رغبة المسؤولين لأنه بكرة فيه مفاوضات توزع خبز ارتاحت العالم لقد فيه خبز بالسوبر ماركت والمحلات. بس نحن خوفنا بكرة كمان تفشل المفاوضات يعني نحن عم نقلهم من هلأ. الألية المطروحة ما بتخلينا نوزع خبز نخصى بالربطة من فوق الميت ليرا وهني بيعرفوا هيك بس هني ما بدين يحلوا الموضوع. إبراهيم يؤكد أن لا منع لدى الأفران من السير قدما نحو هذا الحل ولكن النقابة تشترط إضافة بند إلى الألية المطروحة يتمثل بزيادة 250 ليرا على ربطة الخبز كرسم للتوزيع على السوبر ماركت ليصبح سعر ربطة الخبز 1750 ليرا في المحلات وتبقى 1500 ليرا في صالات الأفران. إحنا بدينينا نوزع خبز بأن نحلوا قصة التوزيع. قصة التوزيع ليجب أن يكون سعر غير سعر اللي بنبيع بالفرن. بأن نحطه راسم على ربطة الخبز. هذا اسمه نقل. يعني 250 ليرا بتحل الموضوع خارج الفرن. وتبقى ربطة الخبز داخل الفرن ب1500 ليرا. في انتظار تبلور صورة الحل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة تعليقات. فالبعض نشر صورا لتوزيع الخبز في النبطية. وآخرون دعوا إلى مقاطعة الأفران وحث أبناء القرى والبلدات على شراء الخبز الصاج أو التنور من ابن الضيعة بدلا من الوقوف في طوابير الذل. ترجمة نانسي قنقر